السلام عليكم وحباة الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من تعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام لاستفادة من هذا الدرس حظر كراس وقلم أكتب جميل العبارات مدة هذه الحلقة 10 دقائق لذا ركز جيدا معي من الآن قم بإجراء الاختبار في نهاية هذه الحلقة أيضا وكرر جميل العبارات بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد وإيضا قم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لحصول على المزيد من الدروس المجانية المقدمة من قناتكم قناة تافيرس أكاديمي هيا لنبدأ خلينا نستمع لهذا المقطع من الفيلم أصغي جيدا لهذا المقطع أصغي جيدا لهذا المقطع خلينا نستمع مرة ثانية لهذا المقطع ممتاز نستمع لهذا المقطع سمعنا لمرتين الآن خلينا نأخذ أهم الكلمات اللي مرت علينا بهذا المقطع وبعدها نشرح ونأخذ معنا الجمل أيضا ونرجع نستمع للمقطع مرة أخرى ونشوف الفرق بمدى حفظنا لهذه الكلمات لدينا مجموعة كلمات هذه يقدم يقدم توظيف أو وظيفة أصغي جيدا لهذا المقطع مستوحات من عدواني أو عنيف أو تأتيب معنا صعب أحيانا تحدي إذن هذه أهم الكلمات اللي مرت علينا الآن بهذا الدرس حاول أن تحفظها جيدا لأننا رح نجري الإختبار بهذه الكلمات في نهاية هذه الحلقة خلينا نقرأها سويا أنا وأنت أستطيع أن نقول فقط أستطيع أن نقول فقط إذن هذه أهم الكلمات اللي مرت علينا خلينا نأخذ معنى الجمل بشكل عام قبل ما نأخذ معنى الجمل خلينا نستمع للمحادثة مرة أخرى استمع مرة أخرى لهذا المقطع الآن ممتاز خلينا الآن نأخذ معاني الكلمات ونرجع نستمع مرة أخرى ونشوف الفرق اللي رأيصر عندنا بعد أن نفهم كمية كبيرة من الكلمات والمعاني هذه الجمل اللي صارت عندنا الآن نتحدثه بها I just wanna هي مكتوبة wanted لكن تنقرأ wanna أريد أردت فقط أن I just wanna to drop by أنا فقط أن أتي أو أجيء لكم drop by أو أمر عليكم and formally ورسميا and formally introduce أقدم لكم أعرفكم our new hire توظيفنا الجديد توظيفنا الجديد I just wanna to drop by and formally introduce our new hire إذن اقرأ معي هذه الجملة الآن بصوت مرتفع I just wanna to drop by and formally introduce our new hire new hire ممتاز خلينا ننتقل لجملة البعض هذه الجملة الثانية مايا فاركس اسم هذه الموظفة الموظفة is an extremely extremely للغاية extremely accomplished 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 بارعة accomplished بارعة extremely accomplished مستشارة مستشارة بارعة للغاية constant constant مايا فاركس مايا فاركس is an extremely accomplished consultant down the new skin care direction was birthly inspired by her feedback هذه الجملة قرأناها الآن ومعناها مايا فاركس هي مستشارة على الغاية نزولنا إلى إدارة العناية بالبشر الجديدة كانت مستوحات جزئيا من ملاحظاتها أو من وجهات نظرها مايا فاركس هي مستشارة بارعة للغاية نزولا إلى إدارة العناية بالبشرة يعني لحد هذا قسم العناية بالبشرة الجديدة كان مستوحات طبعا هاي الأفكار اللي بهذا القسم جزئيا من ملاحظاته إذن خلينا نقرأ الجملة مرة ثانية ونشرح كلمة كلمة مايا فاركس اسم ها الموظفة is an extremely extremely للغاية accomplished بارع consultant مستشار extremely accomplished consultant مستشار بارع للغاية down the new skin care direction نزولا إلى قسم العناية بالبشرة was partially inspired by her feedback كان مستوحات جزئيا من أفكارها أو من ملاحظاتها إذن سنتقل للجملة الأخيرة it's a great idea it's a great idea إنها فكرة عظيمة وبالطبع and of course here is aggressive هذه طبعا مهمة صعبة أو عنيفة أو بهذا المعنى but i think we are up to the challenge ولكننا على قدر التحدي it's a great idea and of course here is aggressive but i think we are up to the challenge ممتاز خلصنا الآن شريح هذه الجمل خلينا بعد أن فهمنا معاني هذه الجمل نرجع نستمع مرة ثانية إلى هذه المحاورة ونشوف شن الفرق اللي صار عدنا i just wanted to drop by and formally introduce our new hire maya vargas is an extremely accomplished consultant and the new skin care direction was partially inspired by her feedback maya so i think it's a great idea end of quarter is aggressive but i think we are up to the challenge excellent thank you انتهت هذه المحادث خلينا الآن ناخذ الاختبار بأهم الكلمات اللي مارت علينا بهذه الحلقة عندنا مجموعة كلمات الآن تظهر أمامك على الشاشة هذه الكلمات املى الفراغات اللي موجودة مثلا عندنا كلمة introduce معناها يقدم hire ما هي معنى hire اكتب الإجابة كيف نقول رسميا باللغة الإنجليزية أيضا اكتب كلمة رسميا باللغة الإنجليزية هنا في هذا الفراغ أيضا و extremely ما معنى كلمة extremely املأ الفراغ انجاز باللغة الإنجليزية كيف نكتب كلمة انجاز أيضا أجب على هذا السؤال وهكذا إلى نهاية هذه الكلمات إلى كلمة challenge challenge هي كانت آخر كلمة إذن أجب على هذه الأسئلة وضعها في التعليق أسفل هذا الفيديو حتى نمر عليها ونصحها تستفاد أنت والآخرين يستفادون منها أيضا إذن خلينا الآن نستمع للمرة الأخيرة إلى هذه المحادثة ونشوف شنو راح نفهم من عدها حاول أن تحفظ بالجمع الجمعة الجاهزة حتى تسرع في حفظ اللغة الإنجليزية حاول دائما أن تحفظ بشكل جمل جاهزة حتى تحفظ اللغة الإنجليزية وتعلمها بشكل أسرع شكرا لكم على المتابعة انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله وعطونا أراكم طبعا في هذه الحلقة إذا عجبتكم وذا عادكم أي ملاحظات أيضا اكتبوها بالتعليق حتى نحسن أداءنا في هذه الدروس الآن في نهاية الحلقة سوف أترككم مع الاستماع لعدة مرات لهذه المحادثة إذا كنت أتود ذلك ولكن الحلقة انتهت إلى الآن شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء وضغطا وإلى اللقاء وضغطا 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 وسابق بيوه شكرا لكم شكرا للمشاهدة و الجريد انها تقويراً هناك شكراً، يجبخوا بجعلق ونفصل معاً سعيد من القرن والمقاعدة تتخدر والمقاعدة والخدمي المنزلÄ Staff أيضاً gefallen صحيح نظر، أعتقد أنها تقويراً فجعلاً أعتقد أنها تقويراً هناك شكراً، شكراً